السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة متابعين الأعزاء زي ما وعدتكم ان انا حرتب وحنظم السلاسل او البلايليست الخاصة بالقناة واعمل بلايليست جديدة كل نوع من انواع مواقع الذكاء الاصطناعي له بلايليست خاصة بتقدر دلوقتي تخش على القناة هتلاقي كل حاجة متنظمة وبرضو حبيت ان انا من خلال فيديو النهاردة ان انا اوريك لما تخش على القناة ممكن تلاقي البلايليست دي متنظمة ازاي وفي بعض الاختراحات الخاصة بالتحديثات عملت لها ايضا بلايليست خاصة بيها او سلاسل خاصة بيها نبص على القناة ونبص على التنظيم الجديد الخاص بالقناة عشان يساعدكم اكتر اللي بيدور على نوع معين من المواقع يلاقيها في بلايليست مخصصة لي يلا بينا متحوش فيها حتى هنجعلكم مرة تانية وارجعنا لكم مرة تانية على قناة كل يوم موقع جديد عشان نشوف ازاي نظمنا القوائم الخاصة بالقناة ولما تخش تدور في القناة تدور ازاي اول ما حنخش على القناة حنلاقي الهوم والفيديوز والشورتز والبلايليست والكوميونتي حابة بس اقول لكم حاجة في البداية حابة اقول لكم ان اي محتوى عشان ينتشر محتاج ان الناس اللي بتتابع هذا المحتوى تحاول تشير وتتفاعل قدر الامكان مع هذا المحتوى لو كانت فعلا بتستفيد منه بتشاركوا مع اكيد الناس المهتمية بهذا النوع من المحتوى قدر الامكان فياريت الناس اللي بتشوفنا واللي انا بشكركم كبير يعني بشكل كبير جدا على الدعم اللي بلاقيه فعلا منكم من كلمات ايجابية وتشجيع وتحفيز كل ده اكيد هو اللي بيخليني استمر وهو اللي بيخليني دايما ان انا اقدم لكم كل جديد واسعى في هذا المجال اللي انا فعلا بحبه جدا 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 واللي انا بشتغل فيه بحبه وبشغف اكتر من اي حاجة تانية عشان كده اللي بيساعد المحتوى التعليمي ان هو يستمر هو الانتشار عن طريق المشاركة وعن طريق التفاعل من خلال الفيديوهات قدر الامكان اتمنى تكونوا بتستفيدوا باللي احنا بنقدموا ونرجع بقى مرة تانية دي حتة صغيرة بس كنت حابة ان انا اتكلم فيها لان بعض الناس ممكن تكون بديعجبها الفيديو وبتشوف الفيديو تنسى انها تعمل لايك او شير الحاجات دي كلها بترفع الفيديو وبتخليه ان هو يتشاف من باقية المتابعين ان اليوتيوب مش بيوصل كل الناسيفيكيشنز للأسف في الفترة الاخيرة زي ما انا شايفة فالموضوع بيبقى محتاج ان هو يعني يوصل بشكل اكبر وده مش بيتم الا من خلال الشخص اللي بيشوف وبيعمل لايك او شير او كومنت طيب نرجع بقى تاني نشوف البلايليست او القوائم اللي عندنا احنا عندنا الهوم وعندنا الفيديوز وعندنا الشورت وعندنا البلايليست والكوميونيتي يعني فاكرة الكوميونيتي مهم جدا لان الكوميونيتي اي فيديو عندي جديد بنزله على القناة بيباني هنا في الكوميونيتي بعض الناس اللي لو ما لاحزتش النوتيفيكيشنز ممكن الكوميونيتي اللي يزهر معيها كده وبتعمل الكوميونيتي ده ما عندنا بيزهر من كذا قناة انت بتتبعها فممكن تشوف ان انا نزلت فيديو جديد فعشان كده انا بشارك الفيديو ايضا من خلال الكوميونيتي مش بكتفي فقط بان انا نزله من دمن الفيديوز طب نيجي بقى من نسبة الاهم حاجة عندي النهاردة وهي القوائم وهي البلايليست اللي حضرتك انت مهتم بفرع معين في مواقع الذكاء الاصطناعي وحابب ان انت تخش عليه على طول مش حابب ان انت تدور في كل الفيديوهات او انت لسه مشترك جديد ومهتم بجزء معين فهنا لو انت دخلت على القوائم هتلاقي كده دي كل القوائم اللي موجودة ما كانتش بالشكل ده طبعا من قبل كانت محدودة جدا ولكن هتلاقيني مقسمة القوائم كالتالي هتلاقي عندك مواقع لتوليد الصوت بالذكاء الاصطناعي لو انت رحت لفيو فول بليليست هتظهر معك كل الفيديوهات الخاصة بمواقع توليد الصوت بالذكاء الاصطناعي كل بقى هو ما متعلق بتوليد الصوت بالذكاء الاصطناعي زي حتى الدبلاج وحتى إليفن لابس وكل هذه المواقع لما له علاقة به توليد الصوت بالذكاء الاصطناعي نجع مرة تانية كده مثلا لو انا رحت لإليفن لابس وعملت فيو فول بليليست هتبصت لقيني بتكلم عن الدبلاجة في إليفن لاب بتكلم عن التحديثات الخاصة بإليفن لابس كل ما هو متعلق بإليفن لابس هتلاقيه موجود في إليفن لابس فحيكون مخصص فقط لإليفن لابس وتحديثات إليفن لابس فأي حاجة هتنزل مستقبلا إن شاء الله يعني بإذن الله تعالى لها علاقة بإليفن لابس هتنزل في إليفن لابس فنفترض أنت مش مهتم بس غير بإليفن لابس وهو ده اللي عجبك وما فيش أي موقع تاني عجبك غيره فهتلاقيه دبلاج في إليفن لابس موجود التحويل من النص إلى صوت بالذكاء الإصطناعي ده الشيء المين أو الشيء الأساسي موجود أيضاً الأصوات الكارتونية الموجودة موجود الجزء المتعلق بالخطة المجانية بشكل عام موجود الحاجات دي كلها هتلاقيها موجودة جوه إليفن لابس فيه كمان فيديو كامل بتكلم فيه مستر إليفن لابس عن كل ما هو متعلق بالإليفن لابس بشكل عام أرجع مرة تانية ونشوف أيضاً طب حتقولوني إيه هو مقل من بليليست بتاعك بتاع المواقع الذكاء الإصطناعي البليليست أو القيمة اللي فيها كل مواقع الذكاء الإصطناعي بكل أنواعها وكل أشكالها إيه هي؟ هي أي آي مواقع الذكاء الإصطناعي لو رحت كده هتلاقي فيه 248 فيديو دول متعلقين بالذكاء الإصطناعي بشكل عام هتلاقي كل ما هو متعلق بالذكاء الإصطناعي موجود في البليليست دي لو أنت عايز بس مواقع الذكاء الإصطناعي وكل ما هو متعلق بالذكاء الإصطناعي مش عايز بقيت الحاجات اللي موجودة عندي على القناة طب أنا عايز أروح فقط للدبلجة هتلاقي الدبلجة فقط بالذكاء الإصطناعي هنا احنا عندنا فيديوين كل ما هيبقى عندي اي حاجة متعلقة بالدبلاج هبتدي حطها في دبلاجة الصوت من اي لغة الى لغة اخرى بالذكاء الاصطناعي او العكس زي ما انتم شايفين فلو انت مهتم فقط بمواقع الدبلاج بالذكاء الاصطناعي هتقدر تخش عليها طب بالنسبة للتعديل على الصور بالذكاء الاصطناعي هتلاقي هنا في بلاي لست خاصة بالتعديل على الصور بالذكاء الاصطناعي لو رحت لي view full playlist بالمنظر ده هتلاقي الفيديوهات المتعلقة بالإدت الخاص بالصورة يعني اعمل إدت على الصورة enhance your photo تحسين جودة الصورة الup scale الجزء بتاع الادوبي firefly بيعمل ايضا تصميم باستخدام الذكاء الاصطناعي وايضا الشرح موقع معين فيه ادوات كتيرة للتعديل على الصور بالذكاء الاصطناعي كل ده موجود فيه قائمة اللي اسمها التعديل على الصور بالذكاء الاصطناعي حاولت تكون متخصصة اكتر فيه ايضا عندي قصص انتجت بالذكاء الاصطناعي اللي حابب يتفرج على القصص اللي انا بعد كده شرحت كل قصة بتتعامل ازاي القصص اللي تم انتجها بالذكاء الاصطناعي كل حاجة عملتها بالذكاء الاصطناعي كقصة او فيلم وثائقي او محتوى بالذكاء الاصطناعي ابتديت ان انا احطه في قصص انتجات بالذكاء الاصطناعي بلاي ليست لوحدها كاملة عندي ايضا بالنسبة ليوناردو اي اي لو انت رحت ليوناردو اي اي من المواقع بتاع التوليد الصور بالذكاء الاصطناعي اللي انا مهتمة بيها بشكل كبير هتلاقي كل ما متعلق بليوناردو اي اي موجود في البلاي ليست المتعلقة بليوناردو اي اي ممكن بعد فترة تلاقيني عملت البيكا لاب بلاي ليست خاص بيها ممكن بعد فترة تلاقيني عملت مثلا لو دخلت بعد كده في ميت جيرني اكتر اعجبني في حاجة اعمل بلاي ليست خاص بيها وهكذا فهنا مثلا انت هتلاقي في عشر فيديوهات بيتكلموا عن ليوناردو اي اي واي تحديث جديد في ليوناردو اي اي هبتدي أن أنا أحطه هنا في أيضاً إيه عندنا؟ في مثلاً عندي شات جي بي تي لو أنا عايزة أتكلم عن شات جي بي تي بشكل عام أو أي آداء جديدة أو اكستنشن بتتضاف لشات جي بي تي هتلاقيني هنا عاملة بلاي لست خاصة بشات جي بي تي لو رحت هنا هتلاقي أيضاً كل الفيديوهات المتعلقة بشات جي بي تي هحطها هنا سواء كانت اكستنشن أو لو جزء حتى في المدفوع برضو بشرحه هنا بداء الموقع شات جي بي تي هتلاقي بلاي لست خاص ببداء الموقع شات جي بي تي مواقع توليد الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي لوحدها بلاي لست كاملة لو أنت عايز تشوف بقى مواقع مجانية مواقع فيها خطط مجانية اللي أنت عايزه كله هتلاقيه هنا كم كبير من مواقع توليد الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي مشروح خطوة بخطوة في هذه القائمة وأعتقد أن القائمة دي هتهمي ناس كتير جداً من اللي بتشوف الفيديو اللي احنا متفرج عليه ده أعتقد يعني أتمنى أن أنا أشوف رأيكم في التعليقات أو تقولون أن أنتم فعلا استفدتم من هذا الفيديو بالنسبة على أسرار برنامج كانفا وده يعني أنا بعتبره من أهم القوائم الموجودة عندي برنامج كانفا اللي أغلى منشئ المحتوى بيستخدموه ده لو ما كانش يعني كلهم بيستخدموه هتلاقي حوالي 71 فيديو عن أسرار برنامج كانفا كل ما هو متعلق بكانفا موجود تحت قائمة أسرار برنامج كانفا تقدر أنك أنت تستفيد فأي حاجة هتحتاجوها في كانفا هتلاقوها في أسرار برنامج كانفا فاروحوا على طول هتفتكروا من أنتم شفتوا فيديو عندي على القناة عايزين تراجعوه خشوا على طول على أسرار برنامج كانفا ودوروا في الفيديو أكيد لما هتشوف أو هتدور أو تعمل سرش حتى حاجة معينة غير لما تعمل سرش في كل الفيديوهات طيب فيه إيه كمان؟ فيه الرد على أسئلة المتابعين بحطه في بلاي لسة خاصة به برامج المونتاج وده حيعجبك جدا فيه 13 فيديو مهمين جدا فيه برامج المونتاج حيعجبوك أيضا فيه الجزء المتعلق على مواقع لكل يوتيوبر مواقع الكرسات الموجانية مواقع للتصميم مدالة موجودة وإن شاء الله حنكمل عليها ولكن إذا كان الإصطناعي إحنا بنعمل عليه فوكس أكتر ولكن ده لا يمنع أن أي حاجة حتلاقيها مفيدة ومهمة أكيد حنخطها في بقية القوائم مواقع تحويل الصوت إلى نص دي برضو مهمة جدا حتلاقيها لوحدها في بلاي ليست مواقع تحويل النص إلى صوت زي ما احنا شفنا لوحدها في بلاي ليست لأنها مهمة مواقع عمل عرض تقديمي بالذكاء الإصطناعي لها بلاي ليست برضو لأن الناس كتير جدا ممكن هذا النوع من المواقع يهمها زي ما أنتم شايفين أتمنى أن لأنا يعني قدرت أن أنا أنظمه ده يعني يكون حازة على رضاكم والموضوع كده بقى أفضل وأحسن ولو في أي اقتراحات بشكل تنظيم أفضل وأحسن ياريت أسمع رأيكم في التعليقات رأيكم بيهمني وزي ما أنتم شايفين يعني أي سؤال بيتطرح بحاول أن أجاوب عليه فيديو بحاول أن أكون دايما متواجدة في التعليقات وأجاوب على الأسئلة زي ما أقول لكم في نهاية كل فيديو ما تنسوش تعملوا سابسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ولو كنت من متابعين الأعزاء ما تنساش اللايك والشير والكومنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته